إنها ليست مدينة البندقية الإيطالية إنه أكبر أحياء مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالة فبالكاد يحث محمد خالد خطاه الحذرة للوصول إلى داره بعد أن حاصرته مياه الأمطار الساقطة الإسبوع الماضي وقد يضطر يوسف طلال لبيع بيته بسبب توقف الحياة اليومية لأبنائه بعد تعطل المدارس بسبب غرقها هي الأخرى بالمياه بيته فائض والشارعين بيته فائض وأنا لدي أطفال مدرسة فائضة لأن أولاً وصخ المي وصخ وثانياً أخاف عليهم متمرضون المياه كلها آسنة لا سيارة بلدية تقدر تصنع لا خدمات لا شيء نحن نريد خدمات يعني نريد مشاريع الغرب بعقوبة صالها سنين مهمة سحب مياه الأمطار من شوارع بعقوبة التي يزيد عدد سكانها على خمسمائة ألف نسمة تقع ضمن مسؤولية دوائر المجاري بآلياتها المحدودة وقلة عمالها بسبب عدم تنفيذ مشاريع شبكات جديدة للصرف الصحي بعد تقادم الشبكات القائمة لغياب التعاقدات والتخصيصات المالية ما عندنا أي خدمة صرف صحي فقط شبكات مياه الأمطار وشبكات أكثرها قديمة مشاريع من الستينات ونحن أي مبلغ خاص بالصيانة اللي كان سنوي سابقاً من كنا مرتبطين بالوزارة جينا موالغ صيانة سنوية نعم فهي إلى حد الآن يعني إلى هذه السنة الثانية على التوالي لم يخصص أي مبلغ للصيانة وتحوي مدينة بعقوبة على محطة عملاقة لمعالجة مياه الصرف الصحي إلا أنها متوقفة بسبب عدم مدها بالكميات الكافية من المياه الثقيلة لتشغيلها رغم مرور أكثر من سبعة أعوام على افتتاحها من قبل وزارة الأعمار والبلديات كمية المياه الواصلة هي أقل من طاقة الدنيا لتشغيل المشروع حاليا إذا وصلنا إلى خمسة ألاف متر مكعب اليوم أو أقل نحتاج إلى زيادة هذه الكمية إلى عشرة ألاف متر مكعب على أقل تقدير لغرض تشغيل المشروع بطاقة الدنيا سوء التخطيط وغياب التوزيع العادل للمشاريع الخدمية أسفر عن واقع سيء يعيشه المواطن العراقي فأغلب المشاريع تخضع للولاءات الانتخابية ما يثير مخاوف أهالي ديالة من أمطار أخرى قد تحطل خلال الأيام المقبلة غياب التخصيصات المالية وتلك الشركات المنفذة للمشاريع الخدمية أدى إلى توقف سبعة مشاريع للصرف الصحي دون أن يتم إنجازها أحمد الرسام الحرة ديالة ترجمة نانسي قنقر